هذا الولد من عمام السوبر و من خوار التيربو شلون هيتش لاحد يسني هذه الشي اسمه برو تشارجر و طريقة عمله كالاتي نقول عندك غرفة او كيس بيفتحتين فتحة بالنص و فتحة عالجانب والفتحة اللي بالنص يكون بها مروحة او شفرة لسحب الهواء من الخارج يعني هاي الشفرة اذا افترت رح تسحب هوا من الفتحة اللي بالنص و اتطلع من الفتحة اللي عالجانب و من الفتحة اللي عالجانب يروح للمحرك زي من اللي الفرها الشفرة متصله ببكرة الكرنك عن طريق قايش فمن راح يشتغل المحرك راح يفر الكرنك والكرنك يفر البكرة والبكرة تفر الشفرة وهيج يكون يشتغل البرو تشارجر طبعا هو اسمه سنتروفكول سوبر تشارجر بس اكو شركة تصنعه اسمه برو تشارجر فهو صرفنا نسميه على اسم الشركة نجي للمميزات والعيوب واحد ما بيتاخير بالاستجابه اولاك اثنين البوست اللي طلعه اكثر من السوبر العادي بس ما اكثر من السوبر الهواء اللي سحبه يكون ابرد من السوبر اللي ما مربوط بالكزوست مثل السوبر ولا لازق على المحرك مثل السوبر وحتى تقدير تركب الانتر كولر اما العيوب واحد ما بيصوت يضربك غير الصوت من العطاس اثنين على الاربي امر القليل ما ينطيق قوه زينه بس ما بيلاك وما احد راح يعرف ليش هو من عمام السوبر ومن خوال السوبر غير الافتهم الشرح وشاف الحلقة من السوبر اذا عرفت اكتب له بتعليقات